اسم اللي نبدأ بيها شرح درسنا النهاردة مكملين مع بعض العلاقات بين الزاوية بعض العلاقات بين الزاوية هناخد ثلاث علاقات مهمين النهاردة الزاويتين المتقابلتين بالرأس الزاوية المتجمع حول نقطة وأخيرا منصف الزاوية تعالوا مع بعض نشوف أول قصة عندنا قصة الزاويتين المتقابلتين بالرأس جايين منين بيقولي إذا تقاطع مستقيمين فإن كل زاويتين متقابلتين بالرأس متساويتين في القيس تعالوا نشوف الكلام ده ونشرحه بالرسم بالرسمة عندي بيكون أسهل نفهم أسرع طب لو عندي المستقيم ده الجيم تقاطع مع المستقيم ألف بي في النقطة وال يبقى إذا كانت النقطة وال نقطة تقاطع المستقيمين في المستقيم ألف بي والمستقيم ده الجيم هينتج عن تقاطع المستقيمين دول أربع زوية هيقول لي كل زويتين متقابلتين بالرسم متساويتين في القيس فين اول زاويتين بيساوي بعض او زاوية دل وو بي هتساوي الزاوية الف وو جيم الزاويتون دول بيساوي بعض في القياس بالتقابل بالرأس طيب الزاويتين التانيين هما زاوية دل وو الف وزاوية بي هتساوي زاوية بي وو جيم زاويتين متقابلتين بالرأس يبقى قصة زاويتين المتقابلتين بالرأس خلصت كده تعالوا نفتكر مع بعض وقلنا ايه قلنا الزاويتين المتقابلتين بالرأس جاية نتيجة تقاطع مستقيمين في نقطة نتج عنه أربع زواية كل زاويتين متقابلتين بالرأس متساويتين في القياس تعالوا نشوف القصة بتاعتنا التانية قصة الزواية المتجمعة حول نقطة ببساطة جديدة بيقول لي مجموعة قياسات الزواية المتجمعة حول نقطة بتصير 360 درجة تعالوا برضو نشرح الكلام ده بالرأس معشان نفهم أسهل لو أنا عندي نقطة ورسلنا منها عدة أشعة يقول الاشعة منergنا لشعع بي رسلنا أربع أشعة متجمعين في نقطة اللي هي مين الاربع أشعة نتيجة تجمعهم في النقطة عملوا أربع زواية ذاوية واحد و اثنين و تلاتة واربعة يبقى الزواية المتجمعة حول نقطة إذ الأربع زواية دول اللي جمنا نتيجة تقاطع اللاربع أشعة أو تجمع الأربع أشعة في النقطة مين مجمعهما يسوي 360 درجة قياس زاوية واحد زائد قياس زاوية 2 زائد قياس زاوية 3 زائد قياس زاوية 4 هتساوي 360 درج طب ملحوظة يا أصحابي مهمة جدا دول 4 أشعة متجمعين في نقطة مين فعملولي 4 زواية مجمعهم 360 درج طب لو 5 أشعة هيعملولي 5 زواية مجمعهم 360 درج طب لو 6 أشعة متجمعين فهيعملولي 6 زواية مجمعهم 360 درج نفهم من كده كلما زاد عدد الأشعة زاد عدد الزاوية وبرضو اللي كلهم هيكون مجموعة 360 درج تعالوا نشوف آخر علاقة النهاردة في درسنا هو منصفة الزاوية يعني ايه منصفة الزاوية تعالوا نشرح برضو كلامنا بالرسم نفهم أسهل لو أنا عندي الزاوية اللي ظهرت عندي دلوقتي أصحابي كلهم بيعرفوا يقروا الزاوية قول معي الزاوية دي اسمها ايه؟ صاد ووصين الزاوية صاد ووصين رسمنا من رأس الزاوية شعاع ووعين والشعاع ده اسم للزاوية صاد ووصين لو زاويتين متساويتين في القياس خلي بالك من العلمتين المدورين دول اللي شبه بعض هيقابلوني في المسائل الكتير جدا العلمتين المدورين الحبر اللي شبه بعض دول بيدلوا على انهم الزاويتين دول متساويتين في القياس الزاوية صاد ووعين بتساوي الزاوية صين ووعين بخلي بالك اي علامتين شبه بعض فمعناه معاو عايز يقولي ان الزاويتين دول يعني متساوين في القيس يبقى هنسمي الشعاع ووعين بمنصف الزاوية صاد ووعين ليه هنسميه منصف ليه لانه قسم الزاوية صاد ووسين لزاويتين متساويتين في القيس فبنسميه منصف الزاوية نصفها يعني اسمها لزاويتين متساويتين في القيس كده خلص شرحنا تعالوا بقى ناخد امثلة ونحلها بطريقة بسيطة في الشكل المقابل يوجد كل من قياس الزاوية ألف بيه هيه عينك على الرأس فين قياس الزاوية ألف بيه هيه وعايز تماني في المطلوب الثاني قياس الزاوية هيه بيه واب خلي بالك أنا قلت لك من أي علامتين شبه بعض شايف علامتين الإكس الحمر اللي تحت بعض دول معنيهم إن الزاويتين دول متسويين في القياس طيب خلي بالك لاحظ معي إن المستقيم ألف هيم تعامل زاوية مستقيمة قياسها مية وتمانين درجة فاكرين قياس الزاوية المستقيمة مية وتمانين درجة طيب الزاوية المستقيمة لقياسها مية وتمانين درجة دول مقسومين لزاويتين زاوية معلومة قياسها مية خمسة تلاتين وزاوية مجهولة اللي هو عايزها اللي هو عايز قياس الزاوية ألف بيه هي يبقى نجيبها إزاي بسيطة أو قياس الزاوية ألف بيه هي هتسوي مية وتمانين منقص مية خمسة وتلاتين هتسوي خمسة واربعين درج وبكده يبقى انا جبت المطلوب الاول قياس الزاوية الف به طرحت المية خمسة وتلاتين من المية وتمانين طلع لي قياس الزاوية المطلوبة في مطلوب رقم واحد طب عايز قياس الزاوية به وهو شايفين قياس الزاوية به وهو الكبيرة اللي هي مقسومة آآ لجزئين المقسومة لزاويتين متساويتين في القياس اللي عليهم العلمتين الحمر. فمعنا كده ان الشعاع به واو هنسمينه نص في الزاوية. طب انا عندي الزاوية الف به ايه? زاوية لسه جايبها معلومة خمسة واربعين. يبقى علامة الاكس اللي تحتيها هي برضو الزاوية الف به واو بخمسة واربعين درجة. يبقى قياس زاوية الف به ايه? هتساوي قياس زاوية الف به واو. ده هو اي اللي كده في المسألة? حاطت لي علامتين اكس حمر بيقول لي يعني هما متصوين في القياس. يبقى هتساوي خمسة واربعين درجة. طب هو عايز مين? ده عايز قياس الزاوية الكبيرة زاوية هي بيه هو. يبقى هتساوي. هاجمع خمسة واربعين زايت خمسة واربعين هتساوي تسعين درجة. وكده يكون انا جبت المطلوب التاني. تعالوا نشوف مثل اخر. خلي بالك من الشكل اللي قدامي في الشكل المقابل اوجد قياس كل من? عايز يوجد قياس اربع زاوية. هناخد زاوية زاوية. واحدة واحدة. خلي بالك من العلامتين زور المدورين اللي تحت بعض دول معناه هم زاويتين متساويتين في القياس والمربع الاحمر ده اللي هو عامل زاوية دال به معناه ان زاوية قائمة. يعني اه قياسها تسعين درجة. تعالوا بقى نشوف اول مطلوب عندي عايز قياس الزاوية هي بيه واو. شايفين هي بيه واو? اه خلي بالك ان دال واو. ده زاوية مستقيمة قياسها مية وتمانين درجة. عندي زاوية معلومة فيها اللي هي ده دال به هي قياسها تسعين درفة وهو عايز هيه بيه واو اللي هو الجزء التاني من الزاوية المستقيمة يبقى ببساطة جديدة قياس زاوية هيه بيه واو هطرح التسعين من المية وتمانين يتديني تسعين درجة يبقى اللي على متان الزر المدورين اللي تحت بعض دول اللي اتنين مجموعهم تسعين درجة طب هو عايز قياس زاوية جيم بيه واو قياس زاوية جيم بيه واو هتساوي نص قياس زاوية هيه بيه واو اللي انا لسه جايبها مش انا قلت القياس زاوية هيه بيه واو مقسومة لزاويةين متساوتين في القياس طب انا عايزة واحدة فيهم لباسي من تسعين على الاتنين او اضربها في نص نص في تسعين اللي هي عن تسعين على الاتنين فيها الخمسة واربعين درجة يبقى انا كده جبت المطلوب التاني. طيب تعالوا نفكر في قياس الزوية الف به ديل المطلوب التالي تعينك على الرسمة فيه قياس زوية الف به ديل. اه خلي بالك ان قياس زوية الف به ديل هتساوي قياس زوية جيم به واو. ليه? زوية تام متقابلتان بالرأس. نتيجة تقاطع المستقيمين الف جيم مع ديل واو في النقطة به. يبقى قياس زوية الف به ديل هتساوي قياس زوية جيم به واو اللي احنا لسه جايبين هتساوي خمسة واربعين درجة. طب هو عايز قياس زوية الف به واو المطلوب الاخير والرابع. قياس زوية الف به واو. قياس زوية الف به واو. شايفينها اللي بالبرتقان دي. هتساوي قياس زوية ديل ديل به جيم بالتقابل بالرأس. ليه? نتيجة تقاطع المستقيمين الف جيم مع دال واو في النقطة به فهينطق زاويتين متقابلتين بالرأس اللي هو اعرف به واو اللي هو عايزها فهتساوي قياس زاوية شايفين شايفين دال به جيم مقسومة لحتتين مقسومة لزاويتين اللي هي زاوية قياسة تسعين والزاوية المدورة الزرق اللي احنا جايبينها خمسة واربعين يبقى قياس زاوية الف به واو هتساوي تسعين زاية خمسة واربعين هتساوي مية خمسة وتلاتين شايفينها تاني معي قياس زاوية الف به واو هتساوي قياس زاوية دال به جيم اللي مقسومة جزئين تسعين درجة والعلمة الزرق المدورة اللي احنا جايبينها بخمسة واربعين يبقى قياس زاوية الف به واو هتساوي تسعين زاية خمسة واربعين مية خمسة وتلاتين برضو ليه بالتقابل بالرأس قياس الزاوية الف به بال هتسوي قياس الزاوية ده البهجيم بالتقابل بالرأس وكده يكون انتهى درسنا النهاردة معنا فهمنا تعلم ببساطة